اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصة متابعات البرنامج الذي يأتيكم على قناة الاقتصادية الاولى في عدد اليوم سنتناول موضوع المشاريع الاستثمارية تحت مجهر مجلس الامة مع السيد ميلود حنافي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة اهلا بك السيدي شكرا لك سيدتي وشكر كذلك موصول للطاقم الذي يعمل معك وكذلك من خلال كومة سيدة المشاهدين الله شكرا على وجه ونحن نعتز بهذه مثل هذه اللقاءات التي تندرج في اطار تنوير الرأي العام نعم وكذلك لإعطاء صورة صحيحة وواضحة لتطلعات المواطن نعم إذن سيد حنافي قبل بدء النقاش أدعوك وأدعو أيضا السادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة منال نشاع تفعيلا للعمل الرقبي للبرلمان بغرفتيه كان لابد من تنظيم بعثات استعلامية مؤقتة صادرة عن مختلف لجان مجلس الأمة من أجل التحري عن وضعية المشاريع الاقتصادية وكذل وضع المعيشي للمواطن نعم مهم جدا طبعا دور البرلمان في إيجاد حلول ومراقبة متابعة وإعادة النظر في كثير من الأمور طبعا لأنه هي وسيلة من وسيل وأدات من أدوات البرلمان لمتابعة ومرافقة الواقع تكمن مهمة هذه البعثات البرلمانية في رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية أو بعثها فضلا عن استرجاع الأوعية العقارية والتكفل الجيد بانشغالات المواطن وهو المسعى الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجلسور التواصل مع السلطات المحلية من خلال متابعتهم مراقبة القوانين والشريعات والمشاريع الاقتصادية حفاظا على طبعا دور البلمان حفاظا كذلك بالنسبة لإمكانيات وحفاظا بالنسبة للمواطن وحفاظا على تطبيق هذه القوانين وحفاظا على تطبيق طبعا هذه المشاريع هذه الخلاجات الاستعلامية هي أداة قانونية هامة وأساسية للقضاء على البرقراطية من جهة وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين من جهة ثانية إذن كما شاهدنا بما أن الاستثمار اليوم أصبح البديل الحقيقي والفاصل المحوري للنهضة التنموية نرى أن مجلس الأمة اليوم يضع هذه المشاريع تحت المجهر يعاين يرافق يتابع أيضا المشاريع المتعثرة في كل الولايات بداية سيد حانفي بما أنكم رئيس لجنة شؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة ما هي أبرز مهامكم؟ كما يعلم الجميع أن مجلس الأمة يضم تسع لجان دائما لجنة الاقتصاد والشؤون المالية من أبرز المهام المتاحة هي دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية كذلك البيعثات الاستعلامية المؤقتة وكذلك لجان تحقيق كذلك من بين الآليات توجه الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية وكذلك استدعاء الوزراء في محل اختصاص كذلك مرافقة الجهاز التنفيذي سواء المركزي أو المحلي من أجل أن نقدر نقول بالليمان ونقدر نقول بالنظرة الضيقة على اللجان الاستعلامية نرى لجان قبل أنها تكون استعلامية والاستعلام الحقيقة يقف على الحقائق ويقف على الواقع ويقدر يشخص الواقع المعاش تبقى المرافقة أقرب من الاستعلام مرافقة الجهاز التنفيذي حتى نصل إلى تحقيق تطلعات المواطنين جيد إذن سيد حنفي ذكرتم قبل قليل أن لديكم وفد عن بحثة استعلامية مؤقتة مبثقة من لجنتكم تخرجوا لتفقد المشاريع الاستثمارية ما هي أهم العرقيل التي تواجه المستثمرين اليوم على أرض الواقع في الميدان؟ كما يعلم الجميع في أن في ظل التغيير الاقتصادي الذي يشهده العالم سعت الجزائر لترقية الاستثمار وتنويع مصادره من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية التي مست الإطار القانوني بالمتعلق بالاستثمار وإعادة النظر في التشريعات والتنظيمات ذات صلة واعتمدت كذلك على عدة قوانين بينها محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية بتحيين قانون مكافحة الفساد وعملت على تحسين منخ الاستثمار بمراجعة قانون النقد والقرض وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات وسن قانون العقار الصناعي كما عملت على عسرنة القيطاع البنكي واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ودورها في تستير الحصول على العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار من أهم العرقين التي كانت تواجه الاستثمار هو تدخلات في بعض القوانين وعدم وضوح الرؤية وعدم استقرار التشريعات الخاصة بهذا الشأن كما يعلم الجميع أن يقولوا صاحب المال جبان لكما تكون شكينا رؤية صحيحة وتوجه صحيح الاستثمار واستقرار تشريعات كذلك وضع عن طريق موأمة جديدة لترقية الاستثمار بعد توجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد وهنا أفتح قوس لأثمن إعادة رؤية متبصرة للسيد رئيس الجمهورية والتي بها تم تثبيت هاوية اقتصادية جديدة تندرج في نظرة استباقية للسيد رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة التي تصورها وتشغفت لها أفئدة المواطنين هناك إصلاحات عميقة بخصوص لكل مجالات بناء على الالتزامات الربع وخمسين التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية وأوفى بها خلال الربع سنوات الفارطة التي انقذت رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا التي بست العالم وأيضا بست كل قطاعات الاقتصادية نعم ولكن في الحقيقة بالنظرة الاستشرافية والتأطير والملفقة وتبصر السلطات العليا في البلاد وعلى رأس السيد رئيس الجمهورية كانت معالجة مرنة من خلال جملة من تدابير التي حافظت على القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى دائما في صاميم اهتمامات السيد رئيس الجمهورية كذلك حافظت على أجور العمال وإضافة منح للجيش الأبيض حين تأثر العالم كاملا بهذه الشائحة آثار بالغة ربما أعاقت كثير من المشاريع وكثير من الشأن العام إلا أنه الحمد لله أنه بتبصر السلطات العليا للبلاد والنظرة الاستشرافية كما سلفت سابقا حافظت الدولة الجزائرية على سيادتها من خلال عدم اللجوء إلى الاقتراض أو اللجوء إلى الاستدانة من طرف صندوق النقد الدولي وهذا ما جعل الجزائر تبقى مواقفها سيادية ولا سيامة المتعلقة بموقف الجزائر من أم القضايا وهي قضية فلسطين وعاسمتها القدس وقضايا تقرير المصير قضايا العادلة في تقرير المصير كقضية الشعب الصحراوي الشقيق الأمر هذا لن يتأتى دون الإبتعاد عن الاستدانة من طرف الصندوق النقد الدولي وهذا ما جعل الجزائر يحسب لها ألف حساب أمام التحديات الراهنة وكذلك بالإضافة نرجع للملف العقار الصناعي قامت الدولة بحزمة من تدابير من بينها إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهذا من أجل سهولة الولوج إلى العقار الصناعي الموجه للاستثمار وكذلك إرساء لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وأخلقت المبارسات مما يؤدي دون شك إلى تحسين منق الاستثمار كما يعلم الجميع أن القوانين السابقة التي كانت فيها ثغرات كثيرة جعلت من الاستثمار حاجز كبير اللي ما كانش ماناخ ماناخ يجدب الاستثمار حزمة الإصلاحات العامقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية لأنه يعلم أن الاستثمار هو محور اهتمام وهو قطاع بديل عن المحروقات وعن اقتصاد الريع الذي يبقى دائما قطاع متغير نظرا لظروف ونظرا للإفرازات وكذلك بالنسبة للتحديات العالمية المتغيرات كذلك التي تجعل من اقتصاد الريع اقتصاد غير مضمون نعم إذن سيد حنافية ما هي أهم الإجراءات المتخدة من طرفكم أنتم كهيئة تشريعية لإعادة بحث هذه المشاريع المتعثرة نحن بناء على البعثات الاستعلامية التي تندرج ضمن صلاحيات اللجنة أو عضو البرلمان طبقا للمادة 137 الفقرة الثنين كآلية من آليات الرقابة الوقوف على واقع على حقيقة الواقع على المعاش والاستماع لكافة الفاعلين في مختلف القطاعات محل الاستعلام من أجل تشخيص من أجل تشخيص صحيح للمشاكل وتم تقييم يعني تقييم العمل في تقارير تقدم إلى السيد رئيس مجلس الأمة بالمناسبة الحي سيد رئيس مجلس الأمة المجاهد الفاضل صالح كوجين الذي نعتبره رمز ونتشرف بالعمل تحت قيادته الحكيمة الرجل الذي يجمع بين حكمة بين همة الشباب وحكمة الكبار والذي يعتبر رمز من الرموز التي الرموز التاريخية التي تبعث في الإنسان البرلماني بشفة عامة أكثر وطنية وأكثر مبادرة طيب أستاذ التقارير التي تقدمها هيئتكم الرقابية هل تتضمن فقط التوصيات أو الحلول أيضا وهل هي ملزمة للحكومة أو استشابية بعد التشخيص الواقع المعاش تبقى التقارير التي نحولها إلى السيد رئيس مجلس الأمة والذي بدوره يحولها إلى مصالح الوزارة الأولى إلى السيد الوزير الأول مشفوعة بتوصيات وإقتراحات لحلول بناء على إذا كانت أرقام كيفية ترجمة الأرقام لأن التشخيص الواقع والتشخيص الصحيح هو الذي يعطي الحلول وكذلك يعطي معالجة الأمور بصفة دقيقة وصفة مباشرة نعم أستاذ كم يخص الولايات التي لم تحظى بزيارة استعلامية من طرفكم هل هي مدرجة لهذه السنة وأيضا هل السبب عدم الزيارة يعود إلى ضيق الوقت أو بسبب نقص المشاريع الاستثمارية بالولاية في هذا الجانب نحن بصدد إعداد القانون الداخلي لمجلسي البرلمان سواء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بات من الضروري التنصيق بين غرفتي البرلمان حتى لا تتكرر الزيارة لولاية واحدة بين مكتبي المجلسين مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني تم الاتفاق والتنصيق على أساس أنه يكون ترتيب عن طريق جدول للبعاثات الاستعلامية للولايات ربما مجلس الأمة يمشي للولايات والمجلس الشعبي الوطني لجان المجلس الشعبي الوطني يمشي الولايات أخرى يبقى بعض الولايات ستصنف إن شاء الله في الأشهر القريبة القادمة حتى تمس تغضية تغضية كل الولايات إن شاء الله إن شاء الله طيب ما هي الأسباب التي جعلت هذه البعاثات الاستعلامية أقول تخد حيزا كبيرا من الحركية الديناميكية مؤخرا هذا سؤال حقيقة سؤال وجيه أخذت اللجان الاستعلامية المؤقتة طابعة الديناميكية نظرا للطلب المتكرر عليها وكذلك الوعي الوعي نحن نعيش لامسنا الوعي عند المجتمع الجزائري منذ تولي السيد رئيس الجمهورية وبناء الجزائر الجديدة لن يتأتى إلا بمثل هذه الواجبات التي أعتبرها أنا واجب واجب وطني قبل أن يكون زيارة استعلامية في الحقيقة لكل مؤسسات اليوم مسؤولة أنها تتشارك تتشارك سواء تنفيذية أو تشريعية من أجل إعطاء الدفع ومن أجل تحقيق تطلعات المواطن الذي يبقى دائما في صاميم اهتمامات السيد رئيس الجمهورية الذي قدم الكثير في هذه المرحلة من خلال مضاعفة الأجور حتى 47% من خلال توظيف الهائل في هذه السنوات الأخيرة كذلك توظيف الحامل الدكتورة والماجستير كذلك الإدماج كذلك منحة البطالة هذا القرار غير المسبوق والقرار الشجاع الحقيقة الذي انفردت به الجزائر كل هذه المعطايات تؤهل أن الجزائر تمشي بخطة ثابتة وبقناعات ثابتة نحو تحول اقتصادي سليم مرفوق بترشيد نفقة لترشيد لترشيد نفقة العمومية وكذلك ترشيد المال العام عكس ما كان عليه في السابق اليوم الجزائر تخطو خطة ثابتة من أجل بناء دولة لا تزول بزاول الرجال سيد حنفي طلبتم إعادة الرؤية لتثبيت الهوية الاقتصادية الجديدة لو تشرح لنا أكثر عن هذه الرؤى بالنظر المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية السعب ماجد تبون في تصوره في بناء الجزائر الجديدة التي جسد فيها التزامتها الـ 54 التزم وأوفى النظرة الاستشرافية وتثبيت وإعطاء طابع خاص للاقتصاد الوطني من خلال تثبيت هوية اقتصادية جديدة وهي الاقتصاد المتنوع المبني على أسس صحيحة علما أن الجزائر لها مقدارات من كل في كل القطاعات في القطاع الاقتصادي القطاع السياحي القطاع الفلاحي كذلك القطاع القطاع وكذلك الموارد البشرية علما أن الجزائر تحتضن 70% من الشباب والموارد البشري هو الأساس الاقتصاد الوطني مقدارات الأمة تحتاج إلى تخطيط استراتيجي والذي نعيشه اليوم بدعم من السلطات العليا للبلاد في إطار تشريعات وقوانين وإجراءات وحزبة من تدابير بدأنا نلمس ثمارها من خلال أننا مثلا زرتنا في إطار بعثة استعلامية ولاية الجلفة مؤخرا ولاية الجلفة الولاية النموذجية التي حظيت ببرنامج تكميلي من طرف السيد رئيس الجمهورية الحقيقة وقفنا على استثمارات هامة في القطاع الصناعي وفي القطاع الفلاحي وكذلك في قطاع الإنتاج الشيء الحقيقة اللي ما شناش ما كناش نشوفوه قبل اليوم رأنا نقف على مشاريع مجسدة وقيد الاستغلال تنبئ بمستقبل إن شاء الله لولاية الجلفة وكذلك ولاية الأمدية تنبئ بالخير وهذا الشيء ما غادي ما كانش غير في ولاية الجلفة في ولاية كذلك ولاية عديدة الحقيقة رهو في نفس وطيرة التنمية في السنوات الأخيرة هذه الجمهة نعم إن شاء الله بالنسبة لقانون مكافحة الفساد كيف يساعد المستثمرين؟ بالنسبة لقانون مكافحة الفساد الدولة الجزائرية أرصت قوانين لمكافحة الفساد في جملة من من التدابير القانونية كإنشاء الهيئة العليا السلطة العليا للوقاية من الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحةه كهيئة عليا كذلك حزمة من التدابير والقوانين التي تضبط كل الإجراءات اللازمة والمناسبة لعدم المساس بالمال العام في كل القطاعات وهو قانون قانون يحمي الممتلكات ومقدرات الأمة من المال العام وكذلك ممتلكات الدولة حتى تبقى محمية في إطار قانوني منظم وفقا لإجراءات موقفة موقفة لكل محاولة مساس بالمال العام الذي يعتبر يعتبر شريان شريان الحياة نعم لم يتبقى لنا الكثير إذن سيد حنفي أطوك لك كلمة الختام أولا كلمة الختام نحن نستبشر خير بالجزائر جديدة التي هندسها السيد رئيس الجمهورية جزائر جديدة التي تبنى على السلوك والمعاملات وأخلقت الممارسات وليست الجزائر الجديدة التي تبنى على الشعارات بل هي جزائر جديدة تبنى على قوانين صارمة وعلى سلوكات أخلقية وممارسات أخلقية يستوي فيها أمام القانون وفيها كل ما يتطلب المواطن في تطلعاته ويعيش فيها المواطن بكل أريحية لأنه الحقيقة نحن لم يعد ناش وطن غير هذا لا بد أننا نعيش في بلادنا وتكون كل الظروف متعنا مساعدانا وملائمة حتى ونعيش بكارمتنا نعم الحمد لله اليوم رأنا في الجزائر عايشين بكارمتنا لأنه البلد الوحيد الذي تمكن من تثبيت مواقفه أمام القضايا العادلة في العالم وكذلك قضية فلسطين رغم الرهانات والتحديات الكبرى ورغم الضغوطات لأنه بكل بساطة أننا تحت قيادة رئيس شجاع مستمد قناعاته من قناعات الشعب الجزائري نعم شكرا لك سيد حنفي هذه هذه الهيئة الرقبية تسعى لمرافقة المستثمرين عن طريق توصية وحلول ترفع إلى الهيئات العليا للبلاد لتسهيل مناخ الاستثمار أشكر ضيف العدد لحضوره معنا شكرا لك سيد نهاية الحلقة مشاهدين إلى اللقاء شكرا شكرا للمشاهدة